هل ضعفت يوما فوقعت في ذنب هل غلبتك نفسك ففعلت معصية لا تيأس ولا تكتئب وتب إلى ربك الغفور فهو الغفور الذي يستر ذنوب عباده ويسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته فلا يفضحهم وهو الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب ويزيد عفوه على مؤاخذته وهو الذي لم يزل بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه فمن علم أن الله هو الغفور طمع في مغفرته ولم ييأس من رحمته مهما كثرت ذنوبه قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولا يغتر العاصي بمغفرة الله فيتمادى في الذنوب فإن هذا غرور لا رجاء قال الحسن البصري إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة يقول أحدهم لأني أحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل ومن علم أن الله هو الغفور أكثر من التوبة والاستغفار قال ابن عمر إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة ومن أراد أن يغفر الله له فليأخذ بأسباب المغفرة كعمل الصالحات قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ومنها كثرة ذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ومنها أن يغفر للناس فإن الجزاء من جنس العمل قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون ومنها المحافظة على الصلوات فرائضها ونوافلها قال تعالى وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين